المأمورية تبدو صعبة في ظل الظروف المناخية التي سندها لنا موفد الجزيرة الدولية عاملي الحرارة والرطوبة توقيت المباراة ربما هواجز كثيرة في هذه المباراة الخطأ ممنوع وكما قال طي صفحة المباراة الأولى التركيز كل التركيز كيف يتم التحذير ربما تتطلب الآن هذه المباراة تحذير خاص خاصة من ناحية نفسية ومن ناحية المعنوية أكيد التحذير البسيكولوجي أو برمسوني وفقنا الرأي أنه التحذير مهم جدا في مثل هذه الظروف في ذلك النتيجة للتعادل اللي وقعت في المباراة الأولى العامل اللي يكون عائق بالنسبة للمنتخبين وطنينهم عامل الحرارة والرطوبة كيد رح يأثر على مردود اللعبين نتمنى فقط أنه اللعبين ما يدخلوه مثل الشوط الأول اللي دخلوا به المباراة الأول يكون الضغط عالي جدا استنفر كل مجهودات اللعبين تقريبا حتى شفناه بالدقيقة الستين أنه أغلبية اللعبين يعني بدنيا نقصوا النهاروا بدنيا إذا صح التعبير رح تكون المباراة صعبة نظن أنه الاجتماع اللي بقع مع الرئيس الإتحادية وليد صادي والمدرب يعني من جانب المعنى وتحفيز اللعبين نسيان المباراة هذه قعدنا نقضى الآن في رصيدنا المباراة هذه تهمنا جدا أكثر من المباراة الثالثة لأنه لو نفوز بالمباراة هذه نقطع تأشيرة تأهل الدورة الثانية بصفة رسمية إذا لا قدر الله إذا حدثت العكس نجب أن ننتظر المباراة الأخيرة وهذا اللي ما نشمت منينه نظن أنه اللعبين وعيين بالمسؤولية ينتظرهم عمل كبير وجهد بدني كبير إن شاء الله يا رب نتمنى يكونوا في الموعد وعاملوا الرطوب والحرارة سيكونوا على المنتخبين وليس فقط على المنتخب الجزائر